مقاوم واحد يدير معركة بمهارة وإتقان بينما يتهى وجيش العدو بكل خبرته في مواجهته المقاوم مجاهد منصور يشغل الأوساط الصهونية بعد نجاحه في تنفيذ عمليته شمال الضفة ويشغل قوات النخبة لساعات طويلة ويصيب سبعة منهم وهو يتنقل برشاقة بين تضاريس المنطقة لدرجة وظف معها جيش العدو قدراته المختلفة للمواجهة مع فرد واحد نجاح منصور في استغلال منطقة مليئة بالتعرجات والهضاب وهي منطقة وايرة جدا وجد مكانا للاختباء والقوات التي وصلت بدأت بعمليات التمشيط وأثناء تبادل النار أصيب ستة جنود وضباط كيف حصل على بندقية قنص متطورة مع منظار بصري وكيف بنى عدة نقاط سرية لإطلاق النار دون أن يتم اكتشافه لساعات هذه العملية لم تتم إدارتها كما يجب حيث أتت وحدة المستعربين وشغلوا مروحية قتالية وطائرة مسيرة هجومية وطائرة درون أسقطت بعد ذلك كنابلة باتجاه نحن ندعي دائما أن لدينا الجنش الأفضل في العالم وكل مرة نحن نقع في فشل جديد وكل أسبوع يوجد فشل إذا فيه فلا يمكن أن يتجول شخص مع بندقية ولا نستطيع قتله خلال خمس دقائق فلماذا استغرق الأمر خمس ساعات وقد رأوه يطلق النار من بين الأشعار الجيش الذي عجز عن مواجهة مقاوم فلسطيني واحد يغرق الآن في غزة ويعيش صدمات متوالية بعدما تصاعدت العزلة الدولية ضد الكيان بحسب الأوساط الصيونية فيما هم رئيس حكومة العدو النجاة برأسه وضمان بقائه في السلطة مقابل موافقته على الهدنة نتنياهو يريد استعادة الأسرى لأن هذا الأمر يمكن أن يكون نقطة الإحسان الوحيدة لدى الرأي العامي منذ السابع من أكتوبر لكنه أيضا يريد الحصول على ضمانات بعدم إسقاد حكومته وأن يبقى في السلطة لكن لا يمكن إعطاء نتنياهو ضمانة بأن يبقى في السلطة أنا لا أرى أننا سننهي الحرب في غزة وهي سترافقنا في السنوات المقبلة والأمر المحزن أننا فقدنا الأفضلية الدولية وكذلك الشرعية وكذلك أصدقاءنا وسيكون من الصعب جدا علينا مواجهة ما ينتظرنا في المستقبل وانتقدت الأوساط الصيونية تصريحات نتنياهو بشأن توجهه لاجتياح رفع وتنفيذ الهجوم عليها بشكل منفرد دون الحاجة لدعم من أي جهة وأكدت أن ذلك لا يمكن أن ينفذ إلا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة رئيسها جو بايدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر